بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة ثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات اليوم أجبت لكم هدية بسيطة من القناة إليكم رضية من الله سبحانه وتعالى أن تنفعكم إذن ماذا بي تأخذ صورة لهذه الحالات العدم تعيين والحالات التي ليست عدم تعيين تأخذوا صورة وديروها على المكتب تحكم لأنها جد جد مهمة كينين بزاف لي غلط بين حالات عدم تعيين وحالات ليست عدم تعيين إذن إليكم أولا الحالات الأربعة التي هي حالات عدم التعيين أول حالة عدم تعيين هي السفر على السفر ثاني حالة عدم تعيين سفر في مال نهاية ثم بعد ذلك مال نهاية على مال النهاية الحالة الرابعة هي زائد مال النهاية نقص مال النهاية ثم الحالات التي ليست عدم تعيين قد يظن البعض أنها حالة عدم تعيين أول حالة هي زائد مال النهاية زائد مال النهاية تساوي زائد مال النهاية نقص مال النهاية نقص مال النهاية هي نقص مال النهاية ثم ناقص مالا نهاية في ناقص مالا نهاية تساوي زائد مالا نهاية ناقص مالا نهاية في زائد مالا نهاية تساوي ناقص مالا نهاية ثم بعد ذلك عندي سفر على مالا نهاية كنقسم سفر على مالا نهاية فإنها تساوي السفر ثم بعد ذلك الحالة الأخيرة كيكون عندكم زائد مالا نهاية على سفر زائد تساوي زائد مالا نهاية إذن أتمنى أن الهدية تكون لكم بمثابة تحفيز وتشجيع على الدراسة إن شاء الله إذن ما نتمنى لكم إلا الخير إن شاء الله وأي سؤال أي درس ما فهمتوش أنا في الخدمة أنتظر منكم تعليق بسيط لكي ألبي طلباتكم نتمنى أنكم تعاونوني في أو حتى يعني كتابة اسم الدرس فقط لكم تدرسوه في هذه الأولى إذن ما علي إلا نقول لكم بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن شاء الله نخليها لكم بعد الثواني لكي تأخذوا صورة لهذه الحالات إذن أستودعكم الله الذي لا تضع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة